السلام عليكم اهلا وسهلا بكم بقناتي وصفات طح العراق دوها كوك تعالوا نسوي اطيب دجاج مشوي بالفرن بالكيس الحراري مع الخضار بتتبيلة جدا مميزة وطعم ولا اروع مع تمام شعرية بطريقة جدا سهلة ومضمونة بحيث ابدا ما يتكتل ولا يتعجن اذا هاي اول مرة تابعوا قناتي دوسونا لايك واشتراكوا تعالوا شوفوا الطريقة والمقادير نبدو وصفتنا باسم الله عندي دجاجة قطعتها ارباح وعندي خضار ايضا قطعتهم الكميات حسب رغبتكم جزر وبوتيتا وفلفل وطماطا وبصل قطعتهم قطعة كبار اهنا راح ابدأ احضر التتبيلة المقادير للتتبيلة تلقوها مذكورة اسفل الفيديو بالتفاصيل اول شي عصرت ليمونة راح اضيف عليها الليمون دوزي راح اضيف كمون لا تنسون اللايك والاشتراك دعمكم ويشجعني حتى اقدم لكم المزيد من الوصفات السهلة واللذيذة والسريعة راح اضيف الكمون الكمون ينطي طعم مميز جدا ويدجاج راح اضيف سبع بهارات ملعقة صغيرة راح اضيف بابركة البابركة هنا استعملها نوعها حلوة مو حارة تنطي طعم ايضا مميز لا تنسون اللايك للقناة والاشتراك ودعمكم يشجعني حتى اقدم لكم المزيد من الوصفات اضيفت ملح حسب رغبتكم اضيف ملعقة واحدة راح اخلطهم كل جزيين الى ان تتجانس كل المكونات ورح ابدأ احضر الخلطة الدجاج عندي راح ابدأ اثقبه بالسكين اسوي بيه فتحات من كل الجهات بحيث اضمن انه لما ينشوي تدخل تنكهة والتتبيلة بداخل الدجاج مو فقط على القشرة اللي برا فتحات بسيطة على كل الجهات بهالاثناء انا بديت شغلت الفرن بحيث يبدأ يحمى عندي لما اكمل احضر الدجاج رأسا يكون الفرن حار راح اضيف مقدار نصف فلطة تبيلة على الدجاج وابدأ افركبيه بحيث اضمن انه يوصل لكل الاجزاء والكل القطع وهنا ايضا راح اضيف الخضار راح اضيف عليها النصف الثاني من التتبيلة ايضا راح اقلبها تقريبا بسيط بحيث ايضا كل القطع تاخذ من هاي التتبيلة والبهارات هنا راح ابدأ اجهزها شوفوا طريقتي بنات اجهز الكيس الحراري ما اخليه بشكل عشوائي لا راح ارتبه اريد انه تكون قطع الخضار وقطع البوتيتا بالاخص تكون اسفل الدجاج بحيث لما تنشوي اضمن انه تطلع للقطع كلها نستويه راح اخلي الخضار كلها بالكيس لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة دعمكم يشجعني حتى اقدم لكم المزيد من الوصفات وصفات جدا سهلة ولذيذة وسريعة وتفيد الامهات اللي وقتهم قليل ضفتها كل الخضار راح ارتبها بهذا الشكل راح ابدأ اضيف قطع الدجاج بالترتيب اضيفها فوق الخضار ما اريد الدجاج انه يكون عندي محروق اذا زلت الحرارة من الاسفل يكون عندي مستوي تمام اكمل اضيف قطع الدجاج اذا اكو وصفة حابين نجربها ذكروا ليها بالتعليقات وان شاء الله اريد عليكم باسرع وقت واذا عندكم اي سؤال واستفسر ذكروا ليه بالتعليقات وان شاء الله اريد عليكم كملت هنا اضفت كل قطع الدجاج عندي هاي الكمية بقت من الصلصة اضيفها على الدجاج وهنا اريد الخضار تبقى مرتبة اسفل الدجاج مثل ما رتبتهم وخلت الخضار بعدين طبقة الدجاج فوقها راح اغلق الكيس كل جزيين يجويه هو يجويه الكيس الحراري قطعة خاصة بحيث ينغلق باحكام هنا راح اساويها بالصينية اسوي فتحات بالسكين حتى الكيس ما ينتفخ عندي بالفرن ويظل البخار محبوس بداخله فتحة بسيطة وهنا راح ادخل هالفرن حار لمدة ساعة ونص وبهالاثناء راح احضر تمن شعرية اضيف الزيت اضيف الشعرية ابدأ اقلبها الى ان اوصل للون الذهب اللي اريده هنا يختلف الاذواق اكو ناس تحبها غامق تحبها فاتح انا حبها بهذا اللون راح اضيف التمن المغسول والمنقوع مقدار كوبين والشعرية مقدار كوب اقلب كل جزيين بحيث كل حبات التمن تاخذ زيت وتكون مغلفة بالزيت راح اضيف المي غطيه بمقدار عقلة وضفت الملح ملعقة وهنا صار عندي جاهز غطيته بحيث امتص المي احنا راح اخلي يتهدر ضفت ورقة من ورقة الزبدة وخليتها يتهدر سرعت لكم المقاطع حتى لا يطول عليكم الفيديو احنا تمن عندي صار مستوي صار نثري اذا قدرون تجربون هاي الطريقة وتعتمدوها صير حبة وحبة ابدا ما يلتصق ولا يعجن اهنا عندي دجاج ما شاء الله بعد الساعة ونص مع المراقبة بتاحة الكيس من الاعلى دجاج عندي مستوي راح امسح الوجه بنفس الصلصة اللي موجودة ويا واشغل الشواية مع المراقبة وصارت وصفتنا جاهزة ان شاء الله تجربون هذه الطريقة وتستفادون من عندها وصفة جدا سهلة ولذيذة وتنطيكم طعم جدا جدا مميز اذا حبيتوا هاي الوصفة دسولنا لايك واشتراك بالقناة لا تنسون مشاركة الفيديو ويا صديقاتكم ان شاء الله تكون تنال اعجابكم شوفوا لي هاللون الذهبي ما شاء الله طعم ولا اروع دجاج مشوي بالكيس الحراري مع الخضار مع تمن شعرية بطريقة مضمونة وان شاء الله سهمكم العافية وصفات ضحى العراق شكرا